ومن عنوين النشرة إلى تفاصيلها والبداية من قتل انتحاريا من قوات الحجد قبل التعرض لقطعاتها أهلا بكم فقد تمكنت قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين من الحجد الشعبي ومديرية الأمن والانطباط في هيئة الحجد من قتل انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا تابع لعصابات داعش الإرهابية حاول التعرض لأحد مقرات الحجد الشعبي في المحافظة واستطاعت القوى المذكورة من محاصرته وقتله قبل أن يصل إلى البوابة الرئيسة لقيادة العمليات وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم بقلوب كزبر الحديد وإيمان راسخ في قلوب المجاهدين وجهوزية تامة أبطال قيادة عمليات صلاح الدين ومديرية الأمن والانضباط في هيئة الحجد الشعبي تقتل انتحاريا تابع لعناصر داعش الإرهابية حاول التعرض على مقرات الحجد هذا الشيء بعد متابعة حثيثة ومتواصلة من قبل السيد قائد العمليات المحترم وتعاون متبادل بين مديرية الأمن والانضباط وبين قسم الاستخبارات في قيادتنا ونحن نعلم ومتأكدين ان المحاولات الامريكية البائسة بتفعيل دور الدواعش في الآونة الأخيرة لن تجدي نفعا وان ابناء الشهيد المهندس في المرصاد ولن يثني من عزيمتنا شيء والله ولي المؤمنين